السلام عليكم في هالمحاضرة رح اتكلم عن الگيميفكيشن وعرفها لكم رح اذكر امثلة طبقة الگيميفكيشن وانجحت واشرح طريقتها واشرح بالتفصيل الگيم ألمنت اللي ايه عناصر اللعبة كذلك رح اتطرق للجانب المظلم منها بالختام رح اذكر لكم كم مثال وبونس اتمنى تعجبكم المحاضرة واللي عنده اي سؤال اي استفسار خلي تواصل معي عن طريق الاكاونتين اللي حاطهم تحت او عن طريق الQR كود سووا الاسكان ورح تكون معلوماتي عندكم او عن طريق الكمنتس هنين البشر عبارة عن الات تفعل وتنجز هالي طبيعة الجنس البشري الهدف مو انه تنجز ولازم ما تفشل الهدف اه انجز وتعلم مرات التعليم ايه بالطريقة الصعبة والمعقدة وينتج عنا ان مجموعة قليلة من الناس اللي راح تحاول تتعلم وغيرهم ما راح يفكر فيها حتى شنو راح يصير لو حاولنا نغير شوية بطريقة التعليم مثلا اندخل فيها وناسا ولعب في مصطلح اسمه ومثل ما تشوفون التعريف جدانكم بالانجليزي جيميفيكيشن راح ترجم لكم بالطريقة اللي تعبر عنها بشكل صحيح جيميفيكيشن عملية استخدام وتطبيق أساليب تفكير للألعاب والآلية اللي تخلي المستخدمين يشتركون ويندمجون أكثر وتحل المشاكل حتى انه تغير سلوك المستخدم بأحسن الطرق المستنبضة من الألعاب برامج الولاء والمكافأة لإقتصاد السلوكي وراح نشرح التعريف ونخليه واضح بالسلائدات اليهاية نقدر نستعمل الجيميفيكيشن بكل شي بالدنيا وفيه أمثلة وايد راح نذكرها تثبت أن الجيميفيكيشن حلت وايد مشاكل وحسنت وطورت من أداء اللي استخدموها وعاشوها وأبي أنبه على نقطة بأن الجيميفيكيشن موجودة من زمان وبكل مكان وغلبنا عاشها بس بشكل وطريقة غير مثلا لما كانوا أمهاتنا وابهاتنا يقولون لنا درسوا حلوا واجباتكم وراح نطلعكم أو خلصوا أكلكم كله وراح اشترلكم اللعبة الفلانية أو نوديكم للعاب وغيره هذا مثال علن الجيميفيكيشن نظام المكافأة أني أحط جدامكم شغلة وأقول لكم خلصوها وراح أعطيكم المكافأة الفلانية هذا مثل المثال المعروف يكرم السامع لحمار مع الجزرة راح يمشي خطوة لجدام بس عشان يوصل للجزرة في أمثلة سيئة بعد مثل ما تذكرون في فيلم سبيس جام مع اللوني تونز لمن فريق باكز باني كان مكسر وتعبان ومتحبط باكز باني خذ مطارة صب فيها ماي ملحنة فيه وكتب عليها مايكل سيكرت ستوف يعني مشروب مايكل جوردن السري اللي خليه يلعب عدل وطبعا من شربه سوى نفسه مع الظل وصار قوي وكلهم صدقوا وعبالهم راح سرون أقوية لما يشربون الماء هالحركة هذه أوهمتهم أنهم صاروا أقوية بس بالنهاية رد وتكسرها ومرة ثانية كان مجرد تأثير مؤقت واختفى هذه أنواع قديمة من الجامفكيشن الحين الغالب يحبون الحياة الاجتماعية ويكونون مع الناس وحوالينهم يحبون المنافذة ويتميزون عن غيرهم ولو بشي بسيط هني يرجع الجامفكيشن ويصير أقوى وله تأثير أكثر ومثل ما شفتوا قبل شوي أكو واي شركات قاعدة تستعمل الجامفكيشن في أنظمتها والحين راح نبلش نذكر أمثلة طبقة الجامفكيشن وراح أشرح لكم أحد أمثلة الجامفكيشن وهو نايك بلاس شركة نايك تصنع جواتي ركض معناتها نايك تبي الناس تركض فشنو سوى مع برنامج نايك بلاس اخترعوا جهاز ينحط داخل جوتي الركض وهالجهاز يتعقب كل خطوة تخطونها لمن تركضون والجهاز نفسه يعرفش كثر مشيته وسرعتكم وبنفس الوقت الجهاز متصل بالسمارتفون ويخليه يستقبل المعلومات عليه شركة نايك تطورت نايك بلاس ودمجه فيه التحديات والمستويات وخلوه كأنه لعبة البرنامج فيه مؤشرات تقول لكم اش كثر ركضتها وسرعتكم وأطول مسافة قطعتوها وتقارنها بركضاتكم اللي قبل وتشوفون منها أدائكم إذا تغير ولا لا وإذا تغلقتوا على التحديات والمستويات الموجودة راح تفوزون بجائزة تروفي أو ميدالية باج غير أنه أكو تحدي يصير بينكم بين أهلكم وربعكم أو تحصلون تشجيع منهم لما تمشون بروحكم وهذا اللي يخليكم تحسون كأنكم قاعد تلعبون لعبة وتروحون وتركضون بالممشا مو نفس لما تلعبون لعباتكم بمبيوتر وتشوفون الشخصية شكثر تركض وسرعتها برنامج نايك بلاس قاعد يخلق لكم البيئة اللي تشجعكم حق المشي بدون لا تملون في برنامج اسمه Dodgeball برمجوه مجموعة شباب متخرجين والشباب يحبون يطلعون مع بعض فسووا البرنامج حق الناس اللي يحبون يطلعون مثلهم البرنامج يعطيكم خريطة ويوريكم وينكم وتسوون check-in وتقولون أنا هني بالخريطة وبنفس الوقت تشوفون وين ربعكم كانوا وين سووا check-in الناس بدوا يستخدمونا وانتشر بالنيويورك ليه من Google Yet وشارت الشركة بس dodgeball كانت عندها مشكلة انها egg situation check-in الدشون تشوفون خريطة فاضية وماكو شي يشجع انكم تسوون check-in كل مرة لو كانت تبين ليش الناس تسوي check-in وش حقه وشنو القيمة والهدف حق ال check-in كان حلت مشكلة dodgeball دانيس كرولي بعد ما طلع من Google سوى شركة ثانية اسمها فور سكوير فكرتها نفس dodgeball بس ضاف وطبق عليها الشي اللي قاعد نتكلم عنه ال gamification احد عناصر المشاكل اللي واجهتها ال dodgeball ايه ال engagement gap كانوا بحاجة حق شي يخلي الناس تستخدم البرنامج اكثر وتخلي فيه وناس اكثر لما يكون الشي اللي تقدمه more engaging and game like كأن لعبة وتخلون الناس تمارسها بشكل يومي هني تكون لكم قوة بالشي اللي تقدمونا المشكلة الثانية انه ما كان فيها تنويع بالانشطة ولا تحدي يعني بس تسوون check-in او لا وهال check-in حتى لو كانت المرة الامية يعتبر كأنه اول مرة سويتوا check-in التحدي كان شلون يخلون الناس يرجعون ويستخدمون البرنامج باستمرار ويسوون check-in ال gamification كانت ايه الحل حق هالتحدي خنشوف شنو سوت four square وخلاها تنجح اهم شغلة سوتها انها طبقت مبدأ المايورشيب اذا سويتوا check-in اكثر من الكلب نفس المكان راح تصيرون انتو المايور badge او مدالية المايورشيب تاخذونها لما تصيرون mayor بعشر اماكن مختلفة واسمها super mayor badge four square بنوا نظام وايد سهل يخليكم تنبهون ربعكم بتويتر وفيسبوك انكم اخذتو هالميدالية والهدف منها انكم تحمسون غيركم انه ياخذ اللقب منكم ويبتدي التحدي المكافأة مو شرطة تكون مادية الا اذا مثلا في اماكن كافية معين او مطعم وغيرها حاط مكافأة حق اللي يكون المايور بفرعة راح ياخذ المكافأة اللي هو حاطها شذي احنا سوينا منافسة وناسة فايدة تسويق حق المكان بطريقة حلوة غير المايور شركة four square سوت كذا badge وكل badge متخصص بنشاط معين شذي خلت فيه تنويع وهدف من الشيك ان badge حق مطعم badge حق نادي صحي وغيرها الحين مو بس تسويوا شيك ان سووا شيك ان واخذوا شغلة يديدة وصار فيه هدف من ورا الشيك ان عدل نشوف هني بالعلان ان شركة فيفا طبقت المستعملة four square شنو يقول العلان move to mayor and win an iphone 4s يعني صيروا ميير بلا ما كلهم ذاكرينها مثلا 360 mall avenue quayt international airport من الفترة الفلانية لالفترة هذي صيروا ميير اللي صير الميير راح يفوزوا يانا بايفون 4s وهذا كافي ثاني يقول four square mayor drinks for free يعني الميير بfour square حق هالمكان هذا او حق هالكافي راح يشرب بلاش يعني هذي حركات تسويق يقدرون استعملونها عن طريق ال games والبرامج مع الت social network اللي تشوفونا هذي لعبة folded عن حل لوز تركيبة protein شي شديد اللعبة جزء من بحوث تجريبية اشتغلوا عليها جامعة واشنطن ومركز العلوم للعاب بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بالجامعة الهدف من اللعبة انكم تطورون وتعدلون بنية البروتينات اللي مختارينها على حسب مهارة كل لاعب باستخدام الادوات اللي مفرينها لكم البروتينات اللي حققت نتائج عالية ياخذونها ويحللونها العلماء والباحثين بناء عليها وهم يحددون اذا البنية صحيحة وتركب مع باج البروتينات الموجودة في العالم بعدها العلماء ياخذون البروتينات اللي سووها اللاعبين ويجربونها بحل مشاكل موجودة بالدنيا عن طريق استهداف المرض التدميره والقضاء عليه وخلق ابتكارات بيولوجية بال2011 لاعبين فولدد سمها الخبر ساعدوا في حل شفرة التركيب البلوري حق فيروس قرد ميسون فايز اللي يسبب مرض الإيدز وكان اللغز موجود لمدة ثلاث أسابيع عشان يلعبونه العلماء ظلوا 15 سنة واكفين مو عارفين نكتشفونا واللي أحلى من هذا أن 50% من الناس اللي لعبوا اللعبة واكتشفوا ما كانوا في مجال لا العلوم ولا الرياضيات أو الأحياء كلش في برنامج تلفزيوني متخصص بس بالطيران بواحدة من حلقاتهم قرروا يبون ياهل عمره 12 سنة قالوا له نبيك تتوق لنا طيارة وتخليها تهبط بمطار لوشت أنجلوس باستخدام السيمولاتر نفس اللي يستخدمونا حق تدريب الطيارين اسم الولد رامي هذا هو نفس اللي تشوفونا بالصورة ومن غير تدريب رامي قدر يهبط بالطيارة بالمطار وبنفس الوقت اللي محددين له شلون ياهل عمره 12 سنة قدر يسوي هذا كله من غير تدريب شوفوا الكنترولت قدامكم شي ترى معقد لما انكلموا الناس صاحب المحل اللي عند الجهاز وسألوه قال لهم هالشي عادي وايد زباينيوننا واغلب اليهالي لعبون فيديو جيمز طول الوقت فما عندهم مشكلة مع هالشي المشكلة مو معاهم المشكلة بأهلهم الشي اللي مر فيه رامي يسمونا fluid intelligence واللي يعني القدرة على حل المشاكل في المواقف اللي عمرنا ما كنا فيها ولا مرت علينا الالعاب حلوة ومرات صعبة وايد تحديات فيها ومرات مفيدة في شغلة حلوة مولودة مع البشر اي لحظة تتحدون فيها نفسكم وتتغلبون على هالتحدي مخ الإنسان يفرز مادة كيميائية حلوة اسمها الدوبامين لما تفرز المادة راح تعطيكم وتغمركم بشعور مملوء بالراحة والمتعة واذا دم بنلخص عملية فراز هالمادة راح نلخصها كالتالي تحدي انجاز متعة راحة وفراز الدوبامين شنو يخليكم تسوون الشغلة اللي انجزتوها تابعون تسوونها اكثر من مرة وتستمرون والشغلة الثانية اللي تابعون تسوونها هي تحدي انجاز متعة وراحة من الامور القوية بالقيميفيكيشن انها تنقل الشخص من مستوى النوفايس المبتدئ الى مستوى الماستري التفوق او البراعة لكن عن طريق عدة مستويات الترتيب هذا اللي تشوفونا جدامكم من بحوث الجيش الامريكي مع البروغرشن تو ماستري ومرتب كالتالي نوفايس برابلم سولبر اكسبرت ماستري السؤال اللي لازم ينسل هو شنو مستوى الماستري اللي لازم اللاعب يوصله بنظامنا يعني اللاعب في مرحلة الوصول حق مستوى الماستري هل نظامنا مصمم حق سقل المستوى هذا حقه هل حطين المحفزات والمكافآت بالنظام وغيره الهدف انكم تدفعون اللاعب خلال المستويات هذه ليمن توصلونا حق اعلى مستوى بالماستري عنده واغلب اللاعبين يبون يحبظون على الماستري مالهم مو بس يشتازون هالمستويات ويبون يحسون انهم قاعد ينجزون ويلقدمون هني نحط لهم شغلات تبين لهم هالشي مثلا level 1, level 2, level 3 او silver, gold, platinum وكل ما يخلصوا مستوى يفتح لهم مستوي ديد وحتى نقدر نستبدل الlevel بالباجز لان هتعبر عن هالشي او ندمجهم مع بعض مثلا داخل level 1 فيه 20 باجة اللي هي وسامة يمعهم وراح تفتح level 2 وكل مرة تزيد الصعوبة وكل باجة ترمز حقشي يمكن تكون درس معلومة تحدي وغيره في موقع نجح في الprogression to mastery وهو code academy هالموقع يعلم الناس شلون يسوون coding وشلون يكتبون ويبرمجون المواقع والبرامج مؤسسين الموقع كانوا يجبون الناس تتعلم coding رغم ان المصادر كانت متروسة بكل مكان بس طريقة التعليم كانت صعبة وغالب الناس لما يشوفون هين حاشان عشان تذي اسسوا code academy الشي اللي يميز code academy ان الناس اللي قاعد يتعلمون والناس اللي قاعد يعلمون اهم جزء من ال gamified system وكلما خلصوا الطلبة لدروس بشكل افضل راح ياخذون badges ويزيد لفلهم نفس الوقت واذا كان اداءهم زين اللي سوى الدرس راح يزيد لفله بعد كلما اداء الطلبة كان زين المعلم كان زين والعكس code academy انجحت وتمكنت من انجاز هالشي ومن اطلعت الشركة خلال اربع اشهر قدرت تتعلم اكثر من مليون شخص شلون يكتبون code ويعد هذا انجاز كبير بالنسبة المواقع الثانية اللي تعطي دروس في البرمجة وكتابة الكود راح نتكلم الحين عن عناصر اللعبة game elements بس قبلها ابيعرف لكم شنو معنات game شنو معنات اللعبة الواقع يقول ان اللعبة مجرد لعبة وفيها العاب متشابهة والعاب مختلفة مثلا كرة القدم 12 لاعب ضد 12 لاعب فكرة اللعبة انك تلعب بالكرة وتحول تيب هدف على الفريق الثاني مع التزام بقوانين اللعبة او لعبة الشطرنج الهدف هو انك تحرك جنودك بخطة معينة تخليك تاكل ملك اللعب اللي جدامك طبعا مع التزام بقوانين اللعبة احد الفلاسفة اسمه لودبيك فيتكتشتاين قال ان من المستحيل نعرف شنو ايه اللعبة احنا نعرف شنو اللعبة يعني اذا شفناها بالواقع راح نعرف ان هذه لعبة مثلا والله هذه جنجفة اللي هي لعبة الورق هذا كاس حق لبا معينة لعبة عن لعبة تختلف مثلا احراز النقاط او فوز وخسارة الافريقا وغيرها بس مو كل شي من اللي قلناه ينطبق على كل الالعاب في فايلسوف كندي اسمه برنارد سوتس وحب ياخذ الموضوع تحدي قال لودبيك بالواقع احنا نقدر نعرف شنو اللعبة احنا نقدر نعرفها بناء على ثلاث شغلات الهدف قواعد الاخلاق الهدف كل لعبة له هدف معين غاية معينة اللاعب يسوي شي عشان يوصل حق هدف قواعد او الحدود اللي تحط طريقة اللعبة اللي اللاعب لازم يلتزم فيها اثناء اللعب واخيرا الاخلاق او اخلاق اللاعب اللاعب راح يتبع قوانين اللعبة اجباري بس تطوعا ورغبة منها لانه يدري ان اللعبة لها معنى راح توصل حق شي ومؤمن فيها في فايلسوف هولندي اسمه يوهان هايزنغا عنده كتاب هومو لودنس يتكلم فيه عن ان الالعاب شي اساسي يخلينا احنا كبشر ويربطها بالحياة العملية والدين ونظام الحكومي وغيره الجزء اللي بنركز عليه وهو مصطلح سماه ماجيك سيركل فكرته واللي يعني باللعبة اكو حدود وهمية او مادية ملموسة تفرق بين عالم اللعبة عن العالم الحقيقي يعني بس ندخل الدائرة خلاص لازم نلتزم بشروط وقوانين اللعبة مو قوانين العالم الحقيقي مثلا كرة القدم لما تكونون بالملعب معناته انتو قاعد تلعبون معناته انتو داخل الدائرة واذا كنتو برا الملعب او على المدرجات معناته انتو برا اللعبة او برا الدائرة اما لما نلعب لعبة على جهاز معين اهني احنا دخلنا الدائرة عن طريق شخصية وهمية تمثلنا ومجبورين نلتزم بالقوانين الخاصة بعالم اللعبة الحين احنا عرفنا شنو اللعبة وباقي نعرف شنو عناصرها اللي جدانكم الحين هي الادوات الموجودة بالعدة مالتكم او التول باكس مالكم واللي منها تصممون ديزاين اللعبة مو اللعبة نفسها الـ Game Design or Game Pattern الطريقة اللي راح تقودون اللاعبين فيها داخل اللعبة والمحفزات اللي تخليهم يستمرون باللعب ويرجعون يلعبون مرة ثانية وايضا نقدر نسميها الالية اللي تساعدنا فيها العمل راح اتكلم الحين عن اول عنصر اللي هو النقاط Points النقاط تستخدم باكثر من شغلة وكذا طريقة تعتمد على Game Fight System مالكم مثلا تعمعون النقاط عشان تشترون شغلات تفيدكم باللعبة او عشان تزيدون لفلكم بس الغالب صار يستخدم الـ Experience حق الليفل النقاط تعتبر ابسط عنصر بالـ Gamification عشان شذي صاروا يسمونه Universal Currency بالنسبة حق الـ Game Designer تعتبر النقاط مثل المعلومات حقه يقدر يشوف انتو شكثرت النقاط حصلتو من وين بالضبط وشكثرت خذالكم عشان تحصلونها هذا يساعده في تطوير وتحسين اللعبة وبالنهاية نستعمل النقاط في تحديد الفوز والخسارة الليفل عبارة عن المستوى اللي انتو عليها الحين ولي وصلتو له مثل ما احنا متعودين بالالعاب الليفل دائمان ياخذ شكل بارل طويل واحنا نعبي نعبيه ويزيد ليفلنا او يمكن تكون عن طريق مثلا خينقول نذبح وحوش ننجز مهمات او نمع باجز وبعدها ننتقل المستوى اللي بعدها الموارد الريسورس غالبا ترمز حق الفلوس عشان تشترون فيها اغراض بدال النقاط يمكن تكون خشب ذهب طاقة كهرباء اكل ماي وغيرها على حسب بيئة اللعبة وبالاحرى المواد الخام المهمات اللي هي الكوست او المشن ايه المهمات اللي ينجزها اللاعب فيه مهمات نزامية فيه اختيارية الهدف منها تخلي اللاعب يتعلم على بيئة اللعبة طريقة استخدام الادوات اذا كان في البداية يعني بيقنر الشغلات اللي على اساسها تصممت اللعبة المعلومة الفايدة الدرس او الرسالة اللي تبي توصلها اللعبة لللاعب بعد ما يخلصها يكافأ اللاعب والجائزة ياتكون النقاط اللي هي الpoints موارد الريسورس او حتى تصير experience ودام اللاعب انجز المهمة معناه تعلم الدرس فيستاهل جائزة الميداليات او الباجز اغلب الالعاب يستخدمونها على انها دليل حق انجاز عمل معين مثل ما ذكرنا بالفورس كوير شلون استعمله روح المكان الفلاني سوي check in اخذ الباج الفلاني او صير mayor بعشرة ماكن مختلفة واخذ الباج ميورشيب الحلو بالباجز انها مرنة وهذه احد نقاط القوة فيها مو شرطه تكون ميدالية عندنا اللي يستعمل ستيكر او غطى مشروب غازي نفس اللي تستعمل لشركة بيبسي حق برنامج اكس فاكتر او كاس تروفي او اي شيء يختر في بالكم مبدأ الباج جريب من مبدأ المهمات اللي هي الكوست او المشن بس الفرق انها تعتبر مثل الشهادة الناس لما تشوفها عندكم راح عارفون انكم مريتوا بالمصاعب الخاصة بالمهمة وخلصتوها او كأنكم قاعد قلون حق الناس تعالوا شوفوا شنو انجزت وش حصلت لما اشوف غيري ما اخذ الباجة الفلانية اهني يصير داخلي انا بعد ابي حصلها وراح اشتغل عليها بينولد التحدي والمنافسة والتحفيز لتحقيق هالهدف نقدر نسوي مجموعة حق الباجات خينقول عندكم مجلة لوحة او لستة تبين لكم اماكن الميداليات او الباجز اللي حصلتوها واللي ما حصلتوها نقدر نعتبرها كدعوة من اللعبة عشان تعبونها بنفسكم اغلب اللاعبين يبون ويحبون تكون عندهم المجموعة كاملة وهذه عبارة عن آلية تحفز اللاعب عشان يلعب زيادة ويمارس اللعبة اكثر اللي تشوفون احين جدامكم هذي لعبة سمسون اه ولو تلاحظون الجيم الميت متوزعة بكل مكان هذي الفلوس اهي الريسورسز والليم ها الدوناتس هذي هم من تعتبر ريسورس اللوفل 16 واللي تحته اللي هو الـ Experience او الـ Level Bar او Leveling Bar او الـ Progression اغلقين؟ وهذه الحين اللعبة سيتي فايل سيتي فايل اللعبة وايد مشهورة خلت يمكن نص الكرة الارضية يضمنون عليها هي فورم فايل و اثنين هم نفس المبدأ و نفس الكونسبت اهما لو تشوفون game element متوزع بشكل مرتب و شكل حلو و ما يأثر على الانجاجينج مال البلايرز مثلا تشوفوا هني الافاتار اللي هي صورة الكاركتر وعلي ساري هالكوستات فوق كلش تشوفون resources كهرباء ما يفلوس و صناديق فوق علمين تشوفون level و البروغرشن اللي هو الشكثر باقي عن leveling تحت كلش تشوفون شي اسمه social graph هذا social graph وهو يربط الكاركتر او اللاعب اللاعبين الثانين اللي يلعبون اللعبة بعد وياه فهني هي الجانب الاجتماعي اللي هو مثل ما ذكرنا تقدير الناس حق اللاعب تحديات اللي تصير و غيره وهذا جانب من لعبة angry bird مثل ما تشوفون هذين الone two three four five six seven الاخرة هذي عبارة عن levels levels اللي مثلا خينقول والله المراحل مراحل تعتبر نفس الشي levels وين وصلنا و شنو اداءنا الحين مثلا ال stars اللي قات شوفونا والله بهذي يبطانا two stars هذي يبطانا three stars مثلا وهذا جانب من لعبة world of warcraft انتو بالكاركتر ما لكم راحين تاخذينه quest مهمة و مثل ما تشوفون على اليسار هو quest log والله هذي القوست مثلا القوست objective وهو شنو يطالبه منكم و ال reward اللي راح تاخذونه بعد ما تخلصون القوست ساعة تتكون مثل ما قلنا experience و مرات تكون مثل ما تشوفونا الحين اسلحة دروع على حسب اللعبة و على حسب القوست يعني تفرق من القوست ل القوست صعبة سهلة و غيرها هاللعبة هذي اللي عارفها فانران فانران طبعا طبقات ال gamification مثل ما ذكرتكم في البودكاست والحين راح اوريكم شلان طبقته اول شي مثل ما تشوفون بصورة الاولى اللي هي فوق على اليسار ال gamification elements اللي هو ال coins اللي هي المني اللي هي ال points واحنا نستعمل هالكوينز عشان نشتري والله rewards او items او مثل characters من ال store نفسه مثل ما تشوفون تحت والجانب الثالث اللي هو challenges التحديات اللي حطتها باللعبة مثلا والله daily win فوزوا مرة واحدة باليوم مثلا فوزوا خمسين مرة و غيرها هذي التحديات تخليكم تندمجون وتكونوا more engaging to the game كل يوم تلعبونها كل يوم او كل شوي تدشون على game وتلعبونها هذي ال engaging اللي هو جزء من gamification الحين راح اوريكم ال badges والمثال اللي انا استخدمته هنية هو four square تقدروا تقولوا انه مشهور وايد اغلب الناس تستعمل four square وامثلة ال badges اللي عندهم وايد حلوة فالواحد لو بغى يسوي game او بغى يسوي gamified system وودي يدخل badges انا نصح يشوف four square ويتعلم منهم واللي تشوفونا الحين هو account denis مؤسس four square وعال اليمين اللي هي listة ال badges اللي هو حصلها والله يمكن تكون مثلا خي نقول انا رايح مخفر انا رحت كافي فلاني انا حضرت ال event لفلاني انا رحت المطعم فلاني كل badge تعتمد على الشغلة اللي هو حاطها او مثلا مكان شنو حاط والله قال مثلا انا جمعية تعال سو عندي check in راح اطيك badge الجمعية قول check in خمس مرات تعطيك badge جمعية اي شيء ولو نقرأ هني انا حاط لكم خط احمر تحت special shout out for holding down 10 mayorships at once هذي badge تاخذونها او shout out تاخذونها لما انتو تكونون mayors بعشر اماكن وهني مثل ما تشوفون باج مالت ستاربوكس ام قاعد يقول كونغراتس you've checked in at five different starbucks والله انا سويت check in بخمس اماكن مختلفة حق ستاربوكس او خمس افرع مختلفة كل واحد بمكان وعطوني هال badge وال badge مثل ما قلت لكم على حسب الشركة على حسب الشغلة اللي سويتوها على حسب المكان وهو شنو حاط الباج مالتا مثلا والله في badge اللي مثل ما تشوفونها تحت اللي هي صورة النحلة مثلا اخي نقول سويت check in بمكان في 25 يوزر او اكثر لم يكن كلهم سوين check in وانت سويت و check in معاهم رح تاخذون هال badge علبو ان يعني 25 يوزر موجود في هالمكان هذا اعتقد شديشة رح تلكم badge بشكل ويد بسيط ويعني هما ان هي badge اساسا فكرتها ويد بسيطة وحلوة ومرنة هذي من النقاط الإيجابية اللي فيها دام يبتلكم مثال badge جمالة النحل اللي هي 25 يوزر بمكان واحد فببين لكم انه ترى في نوعين حق الميداليات والمهمات اللي هي باجز و الكوست في الفردي وفي الجماعي الفردي يا تكون تعليمية تأسس اللاعب حق مراحل أصعب أو تخليه جاهز حق المهمات الجماعية أما الجماعية من معناها يعني مع الناس لما المهمة تكون جماعية تصير أحلى وأصعب واجتماعية وجوائزها أقوى ونادرة الحين بتكلم لكم عن الليدر بورد اللي هي قائمة المتصدرين أو التصنيف الرانكينج لتوضح لكم شنو تصنيفكم مقارنة بغيركم اللي قاعدين يلعبون اللعبة نفسها وتبين أدائكم الليدر بورد فيها شغلة خطرة خينقول دشيته ولعبة وتابون تقارنون روحكم بعلى لاعب لما تشوفون تصنيف مالكم مثلا مثلا 350 ألف والأول رقم واحد راح تقولوا مستحيل أقدر أصلى والفرق وايد وهالشي ترى راح يحبط اللاعبين ويخليهم يهدون اللعبة وما يشوفون فيها وناسا وهذا اللي احنا ما نبي الحل اللي اتخدمته الألعاب حق هالمشكلة وهو شي اسمه قائمة المتصدرين الخاصة Personalized Leaderboard الهدف منها أنكم بدلا تشوفون كل اللاعبين اللي قايل عبون اللعبة سواء بالعالم أو مثلا اللي موجودين داخل اللعبة راح تشوفون بس الناس اللي تعرفونهم اللي هما يا أهلكم أو ربعكم هذا اللي نشوفه جدامنا هو Leaderboard اللي عليه سار هو Leaderboard مال والعليمين هو Leaderboard مال خينقول يعني شوفهو صج فرقي ال Leaderboard من عندي اللي هو مال خينقول والله هذا اللي رقم 13 لو بنقارنه برقم واحد من Leaderboard مال ترى الفرق وايد وايد كبير مثلا هذا اللي هو رقم 13 20645 وهذا اللي الثاني من All Players Leaderboard هو 750 مليون فالفرق وايد لو يشوفه بيهد اللعبة يقول مستحيل أساسا أنا راح أوصل هني وحتى لو بوصل له ذاك يكون زايد ومنطلق هني أنا قاعد أحاول أبين لكم مثل ما قلت لكم اللي هي List أو Collection والله كل واحد وده تكون عنده Collection كاملة مثلا أنا خينقول هني أنا حاولت أبين لكم أن والله أنا حاليا عندي Platinium مثلا هاي My Trophy بس ناقصتني الباجين فأكيد لما بشوفهم أنا ودي أكون بحصلهم كلهم فراح أشوف كل واحد شو المطلوب ماله وراح اشتغل عليه وحاول أخذه عشان أخلي اللي ست كلها عندي ونفس الشيء هذه الصورة اللي لو تشوفونها والله هاي قاقل My Dear Trophy يعني احنا كلنا وأغلب اللاعبين يعني من طبعهم يحبون يشوفون انجازاتهم يحبون يشوفون اللي يابوها ودائما يشوفون collection مالتهم ها كاملة ناقصة شيء متروسة أو مثلا والله في شغلة يديدة فيشتغلون عليها في اختصار اسمه SAPS ويعني أربع مصطلحات Status Access Power Stuff Status هي المكانة Access اللي هي التصريح Power تقرى تصير قوة أو سيادة Stuff اللي هي الأغراض SAPS عبارة عن قائمة الجوائز اللي لاعبينكم وزباينكم أو موظفينكم ينطرونها منكم من الصعب للأقل صعوبة من الأكثر وضوح للأقل ومن الأرخص للأغلى والحين راح أشرح لكم كل مصطلح شنو يعني Status اللي هي المكانة انكم تعطون حافز حق اللاعبين عشان يوصلون لمراحل أعلى ويصيرون أعلى من غيرهم شيء يخليهم cool more respected لهم مقامهم بين اللاعبين Access اللي هي التصريح تسمح لللاعبين يدخلون أماكن أو يوصلون لأشخاص ما كانوا يقدرون يوصلون لهم بدونكم مثل نقل نسميه content unlocking power اللي هي قوة وسيادة تمنحون اللاعب قوة وسيطرة على غيره مثلا أن يكون مساعد القائد leader assistant أو مراقب وغيره من الأمور اللي تعطيه سلطة على اللي أقل منها أو أن يكون قادر على أمور غيره ما يقدر عليها الأستوف اللي هي الأخيرة اللي هي الأغراض أو مواد خام تقدر تكون نفس الموارد اللي هي resources أو شغلات مجانية freebies تعطونهم ياهم كذي السابس مودل يساعدكم في تحديد الجوائز والمكافأات اللي لازم تعطونها حق لاعبينكم أو اللي لازم توفرونها بالgamified system طبعا أنا استعمل كلمة لاعبين بدال users مستخدمين customers زباين أنتوا حاولوا تفهمونها على الشيء اللي يتكيف مع مجالكم والحين بعد ما عرفنا game elements gamification تشمل عناصر مفاهيم وتقنيات خاصة بالألعاب التحدي والفرصة حق gamification أنهى كثير ما تقدر تخلي اللاعب داخل الماجيك سيركل اللي تكلمنا عنها قبل شوي وكاية جدامكم تشوفونا حطيت لكم إياها والحين حواليكم game elements متى ما حس اللاعب بأن اللعبة شي مهم وقوانينها مهمة هني راح يكون متحفز ومتشجع حق اللعبة وراح يستجيب حق الحوافز اللي يوفرها gamified system في مصطلحين لازم تعرفونهم قبل أن ننتقل الموضوع اللي بعده مصطلح اسمه مكافآت خارجية اللي هي extrinsic rewards والقيم الجوهرية اللي هي intrinsic values المكافآت الخارجية من اسمها التيم من الخارج وتشبع رغبة اللاعب وفضوله وتحفز الأداء المهام اللي مكلف فيه مثلا want to win a golden middle مثلا غالبا ما تكون ملموسة متوقعة وغير معنوية البعض يشوفها على أنها الجزرة اللي تخلى اللي تكرمون الحمار يمشي إلى جدام نقدر نقول السبب اللي يخلينا ننجز مهمة معينة do something for a reason اللي يتصنف تحت المكافآة الخارجية هي النقاط points مستويات levels المهمات quest or missions الموارد resources والبعض يشوف أن قائمة المتدرين لها leaderboards بعد تعتبر مكافآة خارجية القيم المعنوية أو الجوهرية هي الأمور المعنوية الشغلات الداخلية المشاعر التغلب على التحديات تعلم الذاتي المكانة الاجتماعية الانتماء القوة التفوق والسيادة اعتراف المجتمع فيك واحترامهم لك اغلبها انجازات داخلية او محفزات داخلية ومعنوية تخليكم تشعرون بالراحة او شيء الشخصي يحب يسوي امور انتو تحبون تسوونها تشوفونها ممتعة مثلا نفترض انكم تستمتعون بالرسم تابعون تطورون وتحسنون مهارتكم بالرسم مو عشان تصيرون رسامين عالميين ومشهورين لا بكل بساطة مجرد لانكم تحبون الرسم وتابعون تستعملونها لاموركم الشخصية بخصوص الميداليات اللي هي الباجز تقدر تكون لاثنين يعتمد على النظام المستخدمين يعني ايها تكون Extrinsic Reward او Intrinsic Value في سؤال شنو الافضل مكافآت الخارجية ولا القيم المعنوية الجواب يقول الاثنين مع بعض راح نوضح السبب ليش الحين راح اشرح لكم The Gamification Is Not And Dark Side في سوء فهم حاصل حق هو ان الناس عبالهم احنا راح نحول كل شي الى لعبة وهالمفهوم خطأ الموضوع مو انه نعطي ميداليات او نخلي تجارتكم دراستكم شغلكم لعبة الموضوع بكل بساطة عبارة عن اخذ افضل الدروس من اللعبة ونطبق الدروس اللي تعلمناها على الحالات والمشاكل اللي جدامنا الالعاب ما خذت مكان المعلمين اللي قاعدة تسويه شي رائع تعرف شنو اللي يحتاجه المتعلم وتعطيه التعليمات وتقوده الى الطريق الصحيح الكتب والمحاضرات هي اللي الالعاب خذت مكانهم وتم استبدالها قوة الالعاب تكمن في تبادل الفايدة بين المعلم والمتعلم ولما ينجحون في انجاز هدف معين معنات الاثنين حققوا هدفهم ويعتبر الانجاز انجاز المعلم والمتعلم الجيميفيكيشن فيها سوء استعمال وفيها جانب مظلم احنا تعلمنا ان الجيميفيكيشن نستعملها عشان نزيد سعادة الناس وبنفس الوقت نحفزهم لتحقيق اهداف معينة ونتعلم الدروس ونلاقي حلول حق المشاكل اللي نواجهها بحياتنا من الشغلات اللي تشوي صورة الجيميفيكيشن كثرت تركيزنا على المكافآت الخارجية واهمالنا للقيم الجوهرية هنا راح يحس اللاعب انه مجرد عامل او آلة قاعد يشتغل عشان ياخذ شغلة معينة غير معنوية نقل نقول مثلا المعاش نوهم اللاعب بقيم جوهرية مزيفة او ما يقدر يوصل لها وحتى اذا وصل لها ما راح تدوم معه ويمكن هما عدم وجود درس او معلومة من وراء اللعبة واحنا مثل ما قلنا ان الجيميفيكيشن نتعلم منها واذا ما نوجد الدرس كأن الجيميفيكيشن ما نوجدت ايضا من الامور اللي تشويه سمعة الجيميفيكيشن وهو استخدام الجامبليفيكيشن ومثما تشوفونا تعرفت قدامكم معناته استخدام آلية المقامرة لأهداف ليس لها علاقة بالمقامرة وهذا موضوع ثاني بس اللي اللي بنركز عليه هو انها تقتل الكفاءة والمهارة وتعتمد على الفرص يعني يا تصيب يا تخيب او انك تغامر بشي له قيمة بمستقبل انت ما تعرف هل راح تكون فايز او خسران فيه اوكي قربنا نختم في وايد امثلة نقدر نطبق عليها الجيميفيكيشن ونغير فيها بيئة العمل والدراسة او اي مجال ثاني وبالصور اللي حاطها لكم انا حاط كذا شركة تستعمل جيميفيكيشن بكثر من مجال فيه اللي ذكرتهم وفيه يدت حبيت انوع فيهم مثل دولينغو برنامج يساعدكم في تعلم اللغات مثل فرنسية المانية اسبانية بطريقة وايد حلوة والجيم ميكانيكي المستعملين ترى وايد حلو انصحكم تجربونها يامر برنامج شبكة اجتماعية سوشال نتورك حق الشركات والمنظمات ميندبلوم موقع يساعدكم بتحقيق اهدافكم والحفاظ على سعادتكم ريبن هيرو 2 هذه لعبة من مايكروسوفت تساعدكم وتعلمكم شلون تستخدمون مايكروسوفت اوفيس عن طريق مغامرة بلعبة انتو تعيشون قصة وقت تسعملون مايكروسوفت اوفيس اللي هو الورد اكسل باوربوينت وغيرها فارنفايل هذه واحدة من اشهر الالعاب بالعالم اغلمكم بسمع عنها وموجودة على الفيسبوك وهي من شركة زينقا موضوع هاللعبة طويل اتمنى انكم تبحثون عنها وتقرون لانه راح يفيدكم وايد هذه اللعبة اللي قالوا عنها اغلب الشركات قاعدة تتوجه لاضافة الجيميفيكيشن كجزء من عملها حتى تقدر تنافس بالسوق ويكون في اتصال وتعاون مباشر بين موظفينها وزباينها الجيميفيكيشن سببت تغيير كبير من ناحية الرغبة في التعلم والعمل واثبتت نجاحها عن طريق نجاح الشركات اللي استخدمتها مثل ما ذكرنا وانا انصحكم انكم تلقون نظرة على كورس الجيميفيكيشن في موقع كورس ايرا اذا عجبكم الموضوع سجلوا فيه للتسجيل المجاني كذي نكون خلصنا من محاضرة الجيميفيكيشن اتمنى يكون غطيت كل الجوانب اللي راح تخليكم تعرفون اساسيات الجيميفيكيشن وتكونوا نجازين حق تصميم جيميفيكيشن خاص فيكم واللي حاب يتواصل معاي وعنده استفسار او سؤال هذي حساباتي جدامكم شكرا لكم متابعتكم وحسن استماعكم